مرة أخرى إذن نتحدث عن هذه العقوبات الأمريكية المقترحة أمريكياً كما نقول على إيران بماذا ستختلف وكيف ستؤثر وستوجع إيران في الواقع سلة عقوبات جديدة تدرسها الإدارة الأمريكية قد تسحق الاقتصاد الإيراني بحسب مراقبين لكن المقترح لا يزال قيد المراجعة ولم يتم إرساله بعد إلى الرئيس الأمريكي حيث تهدف العقوبات المقترحة إلى فصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي إلا في ظروف محددة وذلك من خلال استهداف أربعة عشر مصرفاً إيرانياً وإدراجها على القائمة السوداء بالإضافة إلى تصنيف القطاع المالي بأكمله بأنه محظور بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة وفي تفاصيل الخطة المقترحة تحاول واشنطن تضييق الخناق على قطاعات التعدين والبناء وعلى الصناعات الأخرى في إيران ما من شأنه التأثير ليس فقط على البنوك وإنما على العاملين في تحويل الأموال وكذلك على نظام الحوال غير رسمي وبذلك تكون الولايات المتحدة قد سدت واحداً من الثغرات المالية القليلة المتبقية لإيران والتي تتيح لها جمع إيرادات لتمويل ميليشياتها وتطوير برنامجها النووي وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه الخطوة ستسحق الاقتصاد الإيراني جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأمريكية الحالية فضلاً عن تقليص روابط إيران الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي ودفعها للاعتماد أكثر على التجارة غير الرسمية وأيضاً غير المشروعة علماً بأن الرئيس الإيراني أقر قبل أيام بأن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات جراء العقوبات الأمريكية والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي